قبل يومين من انطلاق قمة مجموعة العشرين خرج موهان باقوات المرشد الايديولوجي لحزب بهرات ياغاناتا لينادي باعادة تسمية البلاد بهرات بدلا من الهند ومع انطلاق القمة القى رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي كلمته وامامه لافتة مكتوب عليها بهرات كلمة بهرات التي تعني الهند باللغة الهندية مأخوذة من اللغة السينسيكريتية القديمة وتعود الى الكتب الهندوسية المقدسة وهي مشتقة من كلمة بهراتام بمعنى ارض الجنوب وقيل ان الاسم ينسب الى زمن الامبراطور بهراتا المعروف بكونه المؤسس الاول لشبه القارة الهندية التي امتدت من جبال الهاملايا الى البحر وبينما يرى المؤيدون في هذه الخطوة تطهيرا من اثار العبودية القديمة ومضيا نحو امرت كال اي العصر الذهبي كما تسميه الهند فان المعارضين يرونها تقسيما للبلاد التي اقر دستورها منذ عام الف وتسعمائة وخمسين الاسمين قائلا في مادته الاولى الهند اي بهرات اتحاد لجميع الولايات لذا فان الامر لا يحتاج فقط الى اجراءات قانونية او ميزانية مالية بل ايضا الى عملية تشكيل عقلية ونفسية تجاه اسم البلد الجديد وحينما طرح هذا المشروع عامي الفين وستة عشر والفين وعشرين رفضته المحكمة العليا وقيل حينها لكل مواطن ان يقول ما يريد دون افراد كلمة واحدة للبلاد واليوم تطفو الدعوة الى بهرات كرة اخرى فقد دعت الحكومة الى جلسة خاصة للبرلمان بين الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين من هذا الشهر فلا يعلم هل سيذهب طلب التغيير ادراج الرياح ام ستظهر بهرات في ثوبها الجديد